القراءة القانونية على أساس أن أي شخص وجهت ضده شكاية من طرف متضرر فإن النيابة العامة تقوم بالأبحاث والتحقيقات عن طريق الشرطة القضائية ويمكن كذلك أن يتم التحقيق في هذه الشكايات وهذه الويشيات إن كانت ويشية من طرف قضاة التحقيق وبمراجعات الفصول قانون الميستر الجنائية خاصة الفصول الأولى باستثناء ما تعلق بعمل الشرطة القضائية حتى نصل إلى مهام النيابة العامة ووكيل المالك المهام النيابة العامة انطلق من الفصل 36 من قانون الميستر الجنائية راكيد تكلم على الاختصاص المخوال للنيابة العامة في هذه الأبحاث وخاصة الفصل تعدو 30 لتعطي الحق للسيد وكل مالك على أنه يبحث ويباشر في الشكايات والويشيات وكل جميع الوسائل التي يمكن من خلالها أن نتوقع وجود جريمة أو فعل يخالف القانون الجنائي المغربي والقانون المغربي كذلك لا يميز بين الأشخاص طبعا هناك سلطة الملاءمة لدى النيابة العامة ولكن ما تتبعنا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي على أن هناك حساب مسمى حمزة مومبيبي الذي يهاجم بعض الأشخاص أو بعض الفنانة وبالتالي ما قرأته شخصيا هذه الاتهامات الموجهة إلى الفنانة دنيا باطمة هي أنها عبرت مرارا ونطقت هذا الاسم حمزة مومبيبي وبالتالي فالمشتكين الذين تعرضوا لهذه الهجومات يعتقدوا بأن الفنانة باطمة هي التي تقف وراء هذا الموقع وهي التي تهاجم هؤلاء الفنانة نحن قرأنا هذه الأمور ولكن يحق لأي متضرر أن يتوجه إلى النيابة العامة أو إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة عن طريق الشيكية المباشرة فيما يتعلق بالجنع وبالتالي فليس هناك أي مخالفة لقانون المصطر الجنائي المغربي وكل متهم هو بارئ إلى أن تثبت إدانته بقرار حائز على قوة الشيء المغربي فهذه الفنانة تخضع للبحث والتحقيق فإذا كانت هناك وسائل إتبات استطاعت الشرطة القضائية العلمية والخبيرة بمجال المعلوميات أن تجد هناك ما يربطها بهذه الأفعال التي يمكن أن هي التي تتجوز أفعال تشهير ربما الفصل 447 جوج رقم جوج أعتقد من قانون الجنائي فإذا كانت هناك إتباتات فالشرطة القضائية سوف تحيل الملف على وكيل الملك الذي يقوم بدراسته الوقائع ويكيفها ويعطيها الوصف الجنائي السليم وفصل المتابعة وإذا لم تكن هناك أدلة فهو يحفظ الشيكاية في حقها هذا كين أعتقد جريمة ديالتشهير هي جنحة جنحة يعني والجنح في أقصها لا تتجوز عقوبتها خمس سنوات ولكن جنحة التشهير فهي لا تصل إلى هذه العقوبة يعني هي من الجرائم من الأفعال التي جرمت مؤخرا وأدخلت إلى القانون الجنائي لا أعتقد بأن هذه الفنانة يمكن اعتقالها لأنها من الأشخاص الذين يمكن أن نعتبرهم يتمتعونها يعني عندهم ضمانة الحضور عندهم ضمانة الحضور وما يمكنش تهرب وبالتالي فأحيانا الاعتقال يعني الاعتقال يكون في حالات الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا خطيرة والذين كذلك لا يتمتعون بضمانات الحضور وهذه الجرائم هي من جرائم غالبا التعويض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر